موسيقى ووصلنا إلى قول الله تعالى لتسلكوا منها سبولا في جاجة وقد اتفقنا أن نتكلم عن سؤالين طرحناهما في الحلقة الماضية وهو قضية استعمال قضية من منها سبولا بينما جاءت في سورة نوح عفوا جاءت في سورة طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبولا لاحظوا هناك قال فيها سبولا بينما هناك قال لتسلكوا منها سبولا قال هناك الذي جعل لكم الأرض مهدا لتسلكوا فيها سبولا وقال في سورة الزخرف قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبولا أي أيضا يعني أنه جاءت السبل مع لفظة في في طه والزخرف وبينما هنا في سورة نوح قال لتسلكوا منها سبولا في جاجة هذا السؤال الأول وقلنا السؤال الثاني أيضا قلنا أنه في هذه السورة قال تسلك منها سبلا فجاجة في سورة نوح بينما في سورة الأنبياء قال فجاجا سبلا لعلكم تهتدون تقديم الفجاج على السبل في سورة الأنبياء وتقديم السبل على الفجاج في سورة نوح واستعمال منها سبلا في سورة نوح واستعمال فيها سبلا في سورتي طاها وسورة الزخرف واتفقنا أن نجيب عن هذين السؤالين في هذه الحلقة بتوفيق الله إن شاء الله نقول قال أهل التفسير نعمة يعني هناك نعمتان نعمة وجود الطرق وجود أن الله يعني جعل الطرق ونعمة استخدام الطرق بالنسبة لإنسان يعني تصور لو لم يكن هناك طرق ولو لم تشق الطرق كيف سيكون التواصل والانتقال من مكان إلى مكان ورغم أنه آيات كثيرة جاءت في بيان أنه الله سبحانه وتعالى يعني قل سيروا في الأرض قال الذي جعلكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وآيات كثيرة جاءت في بيان نعمة الله في وجود الطرق في الأرض حتى يسلكها الناس إذن هناك نعمة وجود الطرق ونعمة الاستعمال والانتفاع من الطرق فكأن منها سبلا وفيها سبلا كأنها ضمت النعمتين نعمة تذكر نعمة أن الله أوجد هذه الطرق والنعمة الثانية أننا استمتعنا وانتفعنا بهذه الطرق فهذه النعمتان نعمة وجود الطرق وجود الانتفاع عبر عنها عن طريق منها سبلا وفيها سبلا هذه وحدة ولما قدمت سبلا على فجاجة سبلا على فجاجة يعني أريد منها بيان نعمة الطريق إيجاد الطريق ولما ذكر فجاجا سبلا جاءت نعمة استعمال الطريق وهذا ما أشار إليه بملحظ لطيف الإمام الزمخشري وتبعه الرازي والنيسابوري وحقيقة بقيت المفسرين نقلوا تناقلوا هذا الأمر عن ما ذكره الزمخشري في تفسيره فلذلك جاءت منها سبلا أي أن الله سبحانه وتعالى لاحظه لما قال والله جعل لكم الأرض بساطة أي هنا على نعمة وجود الأرض وأنها جعلها بساطة ثم على هذه الأرض المبسوطة التي جعل الله لكم بساطة هناك نعمة أخرى أنه جعل لكم فيها طرق فوجود الطرق كما ذكرنا في الدرس الذي مضى قلنا وجود الطرق هي بحذتها أيضا نعمة من نعم الله لأنه لا ينفعل شيء في الكون إلا بإذن الفاعل إلا بإذن الله الذي يأذن لهذا الفعل أن ينصى للفاعل لذلك كل الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى لذلك في قوله لتسلك منها سبلا في جاجة بعض أهل التفسير قالوا هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مع أنه خلق الأرض ومهدها وجعلها بساطا وفراشا ومهدا وغير ذلك أيضا هناك نعمة أخرى هي نعمة أنه جعل فيها الطرق لأنه أيضا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولحظوا هذه الملاحظ الدقيقة والجميلة توجد في القرآن لكنها حقيقة تكون كالكنوز المخبأ أو الدرر الجميلة التي تحتاج إلى مفسرين القدامة الله يرضى عنهم ويرحمهم جميعا كيف كانوا يغوصون في أعماق فهم القرآن الكريم ويستخدمون لنا هذه الدرر الجميلة في استخدام منها سبلا وفيها سبلا وتقديم سبلا على الفجاج وتقديم فجاج على سبل نحن متكلمنا عن الفجاج وتكلمنا عن السبل فلا حاجة للإعادة ولاحظوا وجود النعمة واستعمال النعمة هذا يعني ملحظ جميل ذكر في موطن آخر عن موقف آخر من المواقف لاحظ أن القرآن الكريم مرات يذكر عن نعم الجنة ومرات يعني يذكر ما موجود من نعم الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان وذلك من الآيات التي جاءت في بيان فاكهة الجنة وأنهار من لبن وأنهار من خمر وطلح منضود وآيات كثيرة جاءت في بيان نعم الجنة وجاءت آيات أخرى جاءت آيات أخرى مثلا قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأسم معين وفي آية أخرى ماذا قال يطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا بسرة الدهر ربما الذي يعني يلحظ هذا الفارق الجميل هنا قال يطوف عليهم و هنا قال يطوف عليهم قالوا ما الحكمة في التغاير يطوف ويطاف إن كان الكلام عن الجنة قالوا لا أهل التفسير عندهم ملحظ جميل قالوا تمام النعمة هي بوجود أمرين بوجود النعمة نفسها وبوجود الخدمة حتى تتم النعمة إذا أوجدت النعمة و لم توجد الخدمة ستكون النعمة ناقصة وأضرب لكم مثال كثير من الرجال عندما تكون الزوجة موجودة في البيت مثلا ويرجع إلى بيته وهو جائع و الثلاجة مثلا مليئة بالطعام ولكنه يستصعب على نفسه أن يقوم و يطه و يفعل أو ربما يفعل البعض هذا لكن غالب الرجال يستصعب على نفسه أن يقوم فيطبخ و يهيئ و رغم وجود النعمة لكن إيش من ناقص؟ وجود الخدمة من يعد الطعام لك هذا الغير موجود لذلك تمام النعمة هو وجود النعمة و وجود الخدمة كذلك لاحظوا هنا ليس فقط أنه المنفعة في وجود الطرق بل المنفعة التامة بأن الله أوجد الطرق و جعل نعمة الاستعمال للإنسان فيها طبيعي البعض الذي لا يدرك حقيقة أنه ما يجري في الكون كما ذكرنا في دروس ماضية كله بإذن الله ما تسقط مورقة إلا هو يعلمها و ما يجري شيء في الكون إلا بإذنه و إلا بأمره و بعلمه و بإرادته عند ذلك يعلم علم اليقين على أنه ليس فقط مجرد وجود الطريق يجعل إنسان يسلك الطريق بل الإذن من الله باستعمال هذه النعمة هذه أيضا نعمة عظيمة ولذلك القرآن نلاحظ أن القرآن ذكر هذه نعمة وجود الطريق و نعمة استخدام الطريق كما ذكر كما قلنا عن أهل الجنة بوجود نعمة الجنة و وجود الخدمة و ذلك لما أراد إبراز جانب الخدمة عند الأعراب حتى يفهم نعيم الجنة قال يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب يعني هناك عندك خدم سيخدمونك مع وجود النعمة لكن لما أراد إبراز النعمة قال يطاف عليهم بآنيتهم من فضة و أكواب و كانت قواريرا لما أراد ذكر النعمة ذكرها من غير ذكر الخدم و لما أراد ذكر التركيز على نعمة الخدمة في الجنة ذكر ماذا الخدم الذين يقومون على خدمتك في الجنة جعل الله لنا و لكم و لوالدين و و لديكم جميعا أن نكون من أهل الجنة اللهم أمين لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى تلك النعم لأهل الجنة هنا نلاحظ أيضا كما قلنا لتسلك منها سبلا في جاجة قال نوح رب إنهم عصوني لحظوا يعني ربما بعضكم سيقول لماذا أعيد أعيدت لفظة نوح عليه السلام اسم نوح لماذا أعيد مرة ثانية رغم أنه مثلا في الآيات السابقة لاحظوا قال استغفروا ربكم ما قال و قال نوح استغفروا ربكم قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا قال ربي إني دعوت قومي ليلة و نهارة ما قال و قال نوح ربي إني دعوت قومي لا بس ذكر نوح عليه السلام في البداية إن أرسل نوحا إلى قومه ثم بعد ذلك لم يذكر إلا إني دعوتهم جهارا ثم إني علنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم لحظوا كل هذه الآيات ما جاء فيها ذكر اسم نوح عليه السلام ما الحكمة أنه أعيد اسم نوح عليه السلام مرة ثانية لحظوا القرآن فيه ملاحظ جدا عظيمة قال كأنه لطول الفترة القرآن يجعل السامع والذي يتعامل مع القرآن كأنه يعيش الحدث يعني لاحظ ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب النبي في قصة أصحاب الكهف جعل النبي عليه السلام ومن بعده القارئ نحن نقرأ إلى الآن جعلنا القرآن جزءا من الحدث نتفاعل مع الحدث قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين يعني كأنك أنت أنت الذي ترى الشمس رغم أنه النبي ما كان موجود ولا إحنا كنا موجودين لكن المقصود ماذا هو سحب القارئ للقرآن أو السامع للقرآن يكون جزءا من الحدث كأنه هنا قال الإمام الرازي في ملحظ جميل قال لما طالت فترة نوح عليه السلام بالدعوة وكأنه استغرقت أعواما ورد في التفاسير أن مر على نوح سبع قرون سبع قرون هو ينذر ويحذر ويبين وكان الأب يأتي بولده وولد ولده ويقول أبي حذرني من هذا فإياك أن تسمع له والابن يأخذ ابنه ويقول جدي حذرني من هذا فإياك أن تسمع له وهكذا كان الأمر بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام فلما طالت الفترة وكأنه هذه المدة التي لم يذكر الله فيها اسم نوح كأنه كلها كان لشغال نوح عليه السلام في الدعوة لاحظوا ما أجمل هذا الملحظ الجميل وكأن نوح عليه السلام حتى القارئ الذي يتعامل مع الحدث ويتفاعل مع الأحداث في سورة نوح كأنه طال عليه وقت دعوة نوح عليه السلام واستمرت قرون كثيرة فكأنه جاءت وقال نوح للتذكير على أنه نوح متى تكلم بهذا الكلام لأن سيتغير نوع الخطاب لأنه كلها كانت دعوة وإنذار وإرشاد لكن لما بدأ عصيان القوم وأيس منهم نوح عليه السلام بعد أن أعلمه الله لأنه طبيعة الحسن تكلم عن هذه الجزئية بعد أن أعلمه الله كما قال في سورة يهود أنه الله أوحى إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني أنه خلص لن يؤمن أحد إذن جاء العلم كشف الله من علمه الأزلي الأول كشف الله من علمه لنوح عليه السلام أنه انتهى أمر هؤلاء لن يؤمن أحد بعد غير الذي آمن معك عند ذاك علم نوح أنه عليه السلام أنه لن يؤمن أحد لذلك لاحظ قال نوح كأنه يذكرنا بأنه طالت الفترة على نوح حتى طالت الفترة على السامع فذكرنا بنوح عليه السلام أنه هذا كله كان صبر نوح على قومه فعاد اسم نوح عليه السلام لهذا الملحظ الجميل جدا ونحن قلنا سابقا قلنا القرآن ربما يطيل يطيل تطول الجملة القرآنية لإرادة معنى يطول في التنفيذ يعني معنى معنى يحتاج إلى تحقيق زمن لذلك القرآن يطيل الجملة حتى يحقق هذا المعنى يعني تذكرنا حقنا عندما قال موسى عليه السلام لفرعون في مورد في سورة النازعات قال هل لك إلى أن تزكى هل لك إلى أن تزكى ما قال هل تتزكى لو كانت لصحيحية في اللغة قال هل تتزكى مثلا وأهديك إلى ربك فتخشى لكنه ما قال هل لك إلى أن تزكى هذا الطول في الجملة قالوا لأن التسكية التي هي المقصد لن تحصل بكبسة زر ولن تحصل بيوم واحد فينام فرعون ثم يصبح وقد تزكى لا أكيد يحتاج مجاهدة للنفس ويحتاج رقي ويحتاج إلى منازعة للنفس عن كثير من الشهوات حتى يتزكى الإنسان ويرتقي يرتقي في ذلك بل يحتاج إلى مراجعة لنفسه ألا ترون سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده ونفسه التي بين جنبي فسيدنا عمر ماذا قال رضي الله تعالى عنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا يا عمر هكذا لا يكمل الإيمان لكن عمر يحتاج إلى مراجعة لأن الأمر حقيقة ليس الأمر أنه رياء حاشا سيدنا عمر إلى أن قال والله لأنت أحب إلي من نفسي إذن لاحظوا حتى التسكية تحتاج وقت ولذلك هذا الوقت الذي هو للتسكية احتاج طول في الجملة ليعطينا هذا المعنى احتاج طول في الجملة حتى يعطينا هذا المعنى وكذلك لما طالت فترة نوح في الدعوة يعني احتجنا نحن لا نقول احتاج الله تعالى تعالى الله عن ذلك علومة كبيرة لكن احتجنا نحن أن نفهم أنه طول الفترة التي قضاها نوح عليه السلام في الدعوة وكأنها طالت علينا نحن كذلك فعاد الله سبحانه وتعالى اسم نوح مرة ثانية قال نوح رب إنهم عصوني وإنهم هذه إن جاءت في تأكيد التحسر والألام والحسرة ولاحظوا مرات بعض الحروف بعض الحروف يعني تعطي معاني وهذا ليس من كلامي أنا بل هذا كلام أهل التفسير ذكره الإمام الرازي والنسابوري وأبو السعود العمادي وذكره جمع كبير من هذا التفسير قالوا أفاد التحسر وأفاد الألم الذي كان عند نوح عليه السلام لعدم إيمان قومه رغم هذه المدة الطويلة التي قضاها مع قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم قال نوح ربي إنهم عصوني وإنهم عصوني أي أنه يا رب أنا قلت أن أتقوا الله وأن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون هذا كان دعوتي لهم أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون فكان مقابل أن قلت لهم أطيعون هم عصوني ولا شك أن عصيان الأنبياء هو عصيان للذي أرسلهم فأكيد أن عصيان نوح عليه السلام كان هو عصيان لله سبحانه وتعالى لأنه ما جاء إلا بأمر الله وما بعث إلا بأمر الله قال نوح ربي إنهم عصوني والعصيان هو في أصل اللغة أن تمتنع بعصاك عن الأمر أي أنه ما معنى كلمة عصيان قالوا العاصي هو الذي ماذا أمسك عصاه فامتنع بعصاه أي استقوى بالعصاه عندما واحد يكون أعزل ما معه شيء ويؤمر بأمر ربما يفر إلى التنفيذ لأنه ليس أعزل لكن إن كان عنده عصى مثلا في السابق عنده عصى كأنه امتنع بعصاه أي استقوى بعصاه ثم استعملت على كل من يعني لم ينفذ الأمر ولم يطيع الأمر فسمي العصيان عصيانا على هذا المعنى قال ربي إنهم عصوني أي لم يطيعوني واستقوى بماذا استقوى بما أعطيتهم إياه يا رب أنت أعطيتهم أشياء كثيرة يعني أعطيتهم المال والأولاد والقوة حتى ورد عن الحسن قال كان قوم منوح يزرعون في الشهر مرتين طبي أنا لست بصدد تحقيق المسألة هذه ولكن أقول ربما كانت الأرض مع خيراتها وعدم استعمالها كانت الأرض بعد بكر فكانت فيها خير كثير وقوة كثيرة ربما كان الزرع يعني ينضج فيها بسرعة أنا لا يعني لست في صدد تحقيق ذلك لكن هكذا ورد من النعم الكثيرة لأن دائما النعم الكثيرة تكون سبب للطغيان إن الإنسان اللي يطغى أن رأاه استغنى فلما كانت الزروع والمياه الكثيرة والخضرة والنباتات والأرض يعني إذا ألقيت فيها الزرع نبت سريعا وهاجف الأرض سريعا ربما كل ذلك كان سببا في إعراض قوم نوح وفي عصيانهم نعم قال ربي إنهم عصوني وبالمقابل لما عصوني كان هناك جهة أخرى تؤثر على الاتباع واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة هناك جماعة آخرين أهل النفوذ أهل أموال وهم الكبراء ولكن لاحظوا القرآن ما قال واتبعوا كبراءهم مثلا قال لا اتبعوا من على التعبير بالموصول قال لما فصل من هؤلاء الكبراء قال من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وعادة منهم هم ملأوا القوم ملأوا القوم الذين يملؤون العين مهابة من لفظة الملأ نعم فهم اتبعوا الضعفاء والفقراء اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة أي كأن المال والولد يا رب الذي أعطيت لهؤلاء كان سببا في أن يعصون ويتبعون هؤلاء لماذا؟ لأنه نحن قلنا لما قال تعالى ومكروا مكرا كبارا أي أنه مكروا مكرا عظيما فالمكر العظيم هو أنهم قالوا لنا قالوا للفقراء والضعفاء قالوا انظروا إلينا لو لم نكن على الحق ما أعطتنا الآلهة هذه الأموال وهذه الأولاد وهذه الزرور وهذا الخير الكثير الذي نحن فيه فإذا هذا يدل على أنهم أن المال والولد كان سببا في سببا ظاهرا في اتباع كثير من الضعفاء وضعفاء الإيمان والفقراء والذين في حاجة أن يتبعوا الكبراء قالوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني كان المفروض أن يكون من عنده مال وولد أن يكون أطوع لله سبحانه وتعالى لأنه بالشكر تدوم النعم من له مال وولد وجاه ولكن لاحظوا حتى في قضية وجود المال ووجود الولد هناك إشارة في غاية الجمال ذكرها الإمام الرازي في كلامه في قول الله تعالى وجعلت له بنين شهودة من جميل ما قيل في الإشارة في التفسير أن أبا جهل كان عنده عشر من الأولاد الأولاد العشر هذه قالوا كان لا يفارقون مجلسه أينما جلس حاطوا به وقوفا أو جلوسا حوله فكان يتباهى بهم في المجالس ولاحظوا الإمام الرازي ماذا يعني أخذ ملحظ جميل في ذلك قال وجود أولادك بقربك هي نعمة من نعم الله عليك وجود تستمتع بوجود أولادك بقربك هي نعمة من نعم الله وذاك جعلها الله من النعم التي عدها على هذا الطاغية قال وجعلت له بنين شهودة جعلت له مال ممدودة وبنين شهودة أي جعلت له بنين يتمتع برؤياهم فهم يشهدون معه في كل مجلس وهذا ملحظ جميل جدا لذلك هنا قال اتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارة أنه هذه الأموال وهذه الأولاد وضفوها في ماذا في تخويف الفقراء إما تخويفهم بالجاه والمال والولد وإما بإغرائهم بأنهم لاحظوا نحن لو لم نكن على الإيمان لما أعطانا أعطتنا الآلهة هذه الأشياء وهذا أحد تفاسير التي قالوا ومكروا مكرا كبارا قالوا ما هو المكر الكبار قالوا هو هذا أنهم قالوا انظروا إلينا نحن أهل الأموال وأهل الأولاد لو لم نكن على هذا ما كانت أعطتنا الآلهة هذا نوع من أنواع المكر قال ماله وولده وفي قراءة ولده بتسكين اللام وضم الواو ولده إلا خسارة وهذه يعني لغة أيضا من لغات موجودة ويعني إمام الطبري يقول أنه هذه ولده وولده قد تكون في جميع القرآن على القراءات الموجودة نعم أي ممكن في كل موطن جاءت ممكن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا وهذا كلام الإمام الطبري في التفسير قال إلا خسارة والخسران في الحقيقة هو ذهاب رأس المال هو ذهاب رأس المال هذا الخسران العظيم لكن هنا قالوا أنه هذه الأموال والأولاد ألم تكن من نعم الله عليهم قالوا نعم نعم الله إذا كانت نعم الله سبحانه وتعالى لا يتوصل بها الإنسان إلى الآخر فهي خسار مثل ما قال أهل الإيمان لقارون قالوا ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة أو لا تنسى نصيبك من الدنيا نحن لا نقول لك لا تتمتع في الدنيا ولكن ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة أي أنه تنعم بنعيم الدنيا مما أتاك الله ومع ذلك خذ من هذا النعيم فاجعل له طريقا إلى الآخرة ولذلك لما كانوا لم يتمتعوا ولم ينتفعوا بما أعطاهم الله من هذا النعيم وجعلوه في الطرف النقيض بأنه خسران وجعلوه في وجود المال ووجود الأولاد والضياع وغير ذلك جعلوه في مقابلة دعوة الناس إلى عصيان الله سبحانه وتعالى والكفر بالله وعصيان نوح عليه السلام كان ذلك العطاء خسارة بالنسبة لهم رغم أنه المال والولده من نعم الله لكنهم من تفعوا بها بطاعة الله وذلك كانت عليهم خسارة قال وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا والمكر هو إخفاء العمل ضد الغير وغالب ما يستعمل في السوء وفي الشر قال وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا أي استعملوا أي أخفوا آراءهم واتفقوا على إضمار الشر لنوح عليه السلام وسنتكلم عن أنواع المكر ولكن نأخذ فقط القراءات وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا الله سبحانه وتعالى قال عن مكرهم كُبَّارًا وفي قراءة وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا بدون تشديد وكلهما من بالغة وقراءة ذكرها الإبام الألوسي قالوا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَّارًا من الكبير وذلك لاحظوا العرب مرات تدرج بين كبير يعني كبرة وكبير وأكبر وكبار وكبار كأنه تدرج ولذلك ورد أن بعض أجلاف الأعراب مر فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قالوا ما أفصح ربك يا محمد كم هو فصح ربك يا محمد حتى يتكلم بهذا الكلام ولنا في الكلام في هذه الآية بقية نستوفي إن شاء الله ما هو المقصود بهذا المكر وما أرادوا بهذا المكر الذي وصفه الله أنه كبار ولا شك أنه انظر إلى المسألة عندما يقول الله أنه مكرا كبار فاعلم كم هو عظيم حتى قال الله عنه كبار أي أنه كان مكرا عظيما بمقابل ما أعطى الله نوح عليه السلام ومقابل ما الآيات العظيمة التي جاءت إلى نوح عليه السلام نتوقف لهذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة